كشفت معلومات أمنية مسربة وشهادات عن انخراط قيادات بارزة في صفوف الميليشيات الحوثية في تهريب مختلف أنواع البضائع والمواد فضلا عن إدارة عمليات تهريب المبيدات والأسمدة الكيموية المحظورة وأكدت مصادر أن قيادات حوثية بارزة منتمية لمحافظة صعدة تتاجر بعدد كبير من الأسمدة والمبيدات الزراعية المحظورة والتي يتم إدخالها في عمليات تهريب واسعة وذكرت المصادر أن قيادات الحوثيين تقوم بتهريب المبيدات الزراعية المحظورة وتزود الأسواق بها بالمقابل تقوم تلك الميليشيا بمنع كافة التجار من استراد المبيدات أو توزيعها على الأسواق وطبقا للمصادر فإن الميليشيا تولي عمليات تهريب الأسمدة اهتماما كبيرا كونها تستخدم في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة إضافة إلى أنها تجني هذه الميليشيات من ورائها مبالغ مالية كبيرة اشتركوا في القناة